موسيقى صباح الخيلة كل المشاهدين اليوم نهار الجمعة 26 نيسان ايبرل 2013 عالم صباح جديد و اكيد فقرات جديدة اليوم معكم لغاية ساعة 12 ونص وخمسة تقريبا بالتوقيت بيروت اليوم محطاتنا عديدة و اكيد انما بالبداية كنت حبيه كخبركم انو خي قديش مبسطت مبارح لما واحد بيشوف انو عم بيكون في اقبال كتير كبيرة على مطار رفيق الحالي للدول كتير اشخاص عم يجوا على لبنان يجوا لحتى اكيد هلأ يقضوا الفرص لانو فرص الفصح المجيد ان شاء الله كمان قريبا بقى في كتير ناس بلشوا يرجعوا يجوا على البلد كمان كتير ناس مبارح شوفهم عم يوقفوا على بواب القتليات والفنادق كلها عم ترجع كمان تتعبى بقى الحمد لله دايما منقول انو بعده البلد بقى الفخير ولبنان دايما بيدال محط انظار الجميع وكل الناس بيحبوا يزوروه بكل الاحوال وبكل الوقات والطقس رجع بيطير العقل اليوم معنا كمان اشارتين للمرور معنا اليوم بالستوديو انما هنه كمان بيكونوا بالعادة بالطريق هالاشارتين بتشوفوه لازم تلتزموا فيهم فعلا لانو بس تشوفوا هاي الاشارة اول واحدة اللي ما عليها سلاش اللي هي هون امامكن هيدا الطريق يعني هي طريق مخصصة للمشيط لانو قد ما صار فيه سيارات ما بقى فيه واحد عن جاد يحط سيارته صار واحد انجا يحط سيارته يضبه يعني ويحطه بقلب جزدين ويطلعوا معه مطرح ما هو رايح على الزيارة تبعيته لها سبب هالطريق اللي بتشوفوه امامكن هي طريق مخصصة للمشيط فقط لا غير يعني إنما الاشارة التانية اللي حدها اللي عليها كمان شخصين ماشيين على الطريق إنما عليها سلاش هي شخص او هي طريق بتنتهي فيها الطريق المخصصة للمشيط كمان لما بتشوفوه على الطريق المتمنى انه تهتموا فيها واكيد هدول اللي الاشارتين يعتبروا اشارات الزمية بقى دايما منقول إن شاء الله من خلال هالحملة الكبيرة اللي بلشنيها مع بداية شهر نيسان نقدر نكون فعلا وصلنا رسالة لأنه مش بس انتوا تعلمتوا نحلى كمان عن جادة تعلمنا كل الإشارات السيئلة منشوفها على الطريق لأوقات منجهلة أو أوقات مننسيها أو أوقات يمكن لأنه ما عم نشوفها دايما ما عم نحس باهميتها وما عم نحس باهميتها اليوم الشيف عندي بقى هنا في أول وحدة هي مخصصة للمشايت بقى أنا هيدا فين نروح لعنده فيها يعني فين نروح مشايت لعنده للشيف لحتى شوف الأطباق اللي عم بيحذرها وعنده اليوم أرنبيطة يعني عنده شوفلر بوجور شيف بوجور غيدا اليوم كيفيك الحمد لله وأنت أنا اليوم ما رح أمزح هيك على إشارات السير لأنه بعتبره أن يمكن من أهم الإشارات اللي حكينا عنهم لليوم صحيح عم جاد نحن نحترم هيدا الإشارة شغلة كتير كبيرة ممكن أن عملنا إنجاز مش عم نقلل الأكيد من مستوى الإشارات اللي مروا معنا بس أنه هيدا شغلة كتير كبيرة وأنا بشكر كمان برجع المرة المليون على الفكرة الحلوة اللي نحن اليوم عم نتبعها هلأ دخلت لعندي ولا ما بي تفوتي لعندي أنا رفوتك لعندي بالغصب اليوم فما تعتبرهم أقول دايما أكيد شاف رح نضال رايحين جايين لعندك لأنه معرفنا نتعرف على أطباقك عندك اليوم الأرنبيت وعندك كمان أطباق تاني عندك جرتا اليوم جمعة وعالم صايمة اليوم جمعة وعالم صايمة والشعنيني جاي فبتاع في النهار الجمعة مخصصة أكتر للأكل يلي صايم فينا نقول مش مية بالميلة لأنه في عالم تعرفي بيصوموا على زوق شوية صغيري بأعياد الفصح شي بيصوموا على الكريم شي بيصوموا على الأجبان شي عن البيض فاليوم نحاول أكتر شي بعد عن اللحمات يعني من جميع فإن شاء الله خير إن شاء الله أكيد رح نرجع نحن أكيد نتعرف على أطباقك لليوم إنما خلينا نشوف تريفيو اليوم ونرجع بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن تصميم المجوهرات بيع الموضة مع هادية خفيف نضيف مع كارلا يلي بتجاوب على اتصالات المشهدين وبخصوص الجميل مع جي نصار ومشاكل نزع الشعر وحلولة مايا بتخبرنا كيف نتعامل مع التوائم بوليدي بالدني جوفنا بيعرفونا على نموذج جامعة الدول العربية ورشة ملح على أروز مع الخضار مع الشاف شادي كمان إذا كنتوا حابين تتواصلوا معنا عبر السوشال ميديا فيكن تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عالم.الصباح تبعتونا أكيد الكومنس تابعو لكم قدمبتكم لحتى نقدر أكيد نعرف شو رأيكم شو حابين تقولوا شو ما حابين كمان الاشياء اللي ما عم بتحبوها كمان بس أكيد كل شي عم بتحبوه بعالم الصباح وأكيد كمان فيكن تبعتونا تويتس على التويتر عالم الصباح كل فقرة بعالم الصباح عندها تويتر الخاص فيها فكمان فيكن تبعتونا كمان تويتر التويتس قدمبتكم بخلال النهار على كل واحد عنده التويتر الخاص فيه وأنا عندي تويتر كمان خاص فيه اللي هو قد غيدة مجزوب كمان فيكن بتعملولي فولو على التويتر كمان إيه شوفش غيور أنا بدي أنا بدي زكروا نرجعش هادي أنت بالتويتر الخاص فيك ورشة ملح ورشة ملح وما كان بوضي طلع قدام كل تويتر بالأسمة هيك أوكي بالدابليو بالدبلو في بعرف بالدابليو بعدين رشة رشة بالرشة تعرفي أنا عامل جاكات كتب عليها ورشة ملح مظبوط ومرح كنتماشي فيها عالطريق شوافة والله عاملك ورشة ملح عم فاكرين عاملوا ورشة أكيد أنت دايما عاملنا ورشة ملح وكمين لكل اللي حابين يحضروا أي فقرة وروحوا عليهم محطات بعالم الصباح مباشرة من بعد ما يخلص عالم الصباح بحاولها الساعة تقريبا ساعة وشوي عم بينزل عالم الصباح على فيوتشور تيفي ناتور فيكن تحضروا كل فقراته وكل محطاته من بدايته لنهيته أكيد عالم الصباح ما بيبدأ أبدا وما بيبدأ نهاركن منذ ما تكونوا مع الأبراج وكارمن صبحكم بالخير اليوم الجمعة 26 نيسان أبريل اليوم الأمر مرافقنا من برش مائي برش العقرب الجو اليوم جيد للأبراج المائي مواليد برش العقرب مواليد برش السرطان وكذلك لمواليد برش الحوت كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج خلونا نبدأ والبداية مع أول برج برش الحمل بالنسبة لك اليوم مولود برش الحمل الجو اليوم بيحمل شوية ارتفاع من بعض مشاكل اليومين اللي ما رأوا اليوم فيه تسوية اليوم فيه خبر اليوم فيه يمكن حتى شيء جديد بيدخل عندك عبيتك أو يمكن عحياتك وبيطمن لك بالك لكن بيبقى المولود الأكثر تعبا هو مولود 1 و 2 نيسان أبريل فكونوا حذرين وما تتسرعوا ننتهي لبرش الثور هالأمر الموجود ببرش العقرب اليوم بيسبب لك شوي التوتر بتكون أنت على خصومة مع حدا أو بنرفز ع حدا أو يمكن الأمور بتستفزك الجو اليوم متقلب مثل طباعك فكون حذر لحتى ما تورد حالك وبيعتبر المولود الأكثر تعبا هو مولود شهر نيسان أبريل ننتهي لبرش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء النهار اليوم بيحمل كثير شغل لكن هيدا الشغل بيفيدك ويمكن تحز أنك أوقات عم بتأثر لأن منك مهيئ حالك ضروري مولود ببرش الجوزاء أنك تبلش نهارك بكير وتحط الأولويات قدامك وما تلتهي بأمور بسيطة النقطة الثانية اللي معقولة تظهر اليوم هي التعب أو التراجع الصحي وبعتبر المولود الأكثر تعبا حاليا هو مولود شهر أيار مايو ننتهي لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان بعتبر هيدا نهار إيجابي بالنسبة لألك بيسهل أمورك وخاصة الأمور العائلية والعاطفية حتى مهنيا اليوم تقدر تستفيد من الإيجابيات للحظوص جيدة وحلوة وضرورة تكرر كل محاولة حاول أنك ما تقعد عم تتفرج على الظروف أو على الحياة عم تبرو قدامك وبعتبر المولود الأوفر حظا هو مولود شهر هزيران يونيو ننتهي لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم بعتبره من الأيام الصعبة تقيلة المزعجة الجو مكمل معك لبكرة أيضا الظهر لذلك حاول أنك تبتعد وتتجنب الوقوع في الورطات حاول أنه ما تكون ضحية الاستفزاز اليوم يمكن تحس حالك تعبين يمكن تحس حالك نرفز ويمكن يصير فيه اليوم تنافر في الواجبات والأولويات وبعتبر المولود الأكثر تعبا هو مولود شهر تموز يوليو ننتهي لبرش العذراء مولود برش العذراء اليوم الظرف عندك أو الجو عندك اليوم سريع الإقاع سريع لدرجة أنه يمكن الناس ما تقدر تلحقك اليوم عندك سرعة خاطر اليوم مولود برش العذراء اليوم آدر أنك تقدم أفضل امتحانات وتدخل بأفضل المفاوضات ضروري فقط أنك تكون موضوعي لحتى ما تطلع برات الموضوع ولحتى فعلا نكون كل هالطاقة الحلوية عندك كيها الإيجابية عم توظفها بشكل سليم وبعتبر المولود الأوفر حظا 3 و 4 أيلول سبتابر ننتهي لبرش الميزين بالنسبة لبرش الميزين الجو عندك اليوم يمكن بيستهلك منك وقت بيستهلك منك طاقة بيستهلك منك حتى بنزين لأنه عم تتنقل من مكان إلى آخر لحتى تقدر تخلص معاملات ويمكن أوراق ويمكن حتى ترد خدمة لحدا ضروري تهتم بحالك وبصحتك وما تطلع من بيتك من دون كل وراءك وبعتبر المولود الأوفر حظا 9 أكتوبر تشرين الأول ننتهي لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب الأمر ببرشك نبارح الظهر وصل الأمر لبرشك لأنه الشمس مقبيلك هناك فرصة لحتى مولود برش العقرب فعلا ياخد قرار تجاه شخص أو تجاه علاقة الجو اليوم يمكن يحمل بالنسبة لألك قرار أو يمكن وضوح في رؤية علاقة معينة اجتماعية يمكن عاطفية ويمكن يكون مهنية المهم في خطوة جديدة بدك تاخدها وبعتبر المولود الأنشط هو مولود شهر أكتوبر لكن انتبهوا موليد تسعة وعشرة نوفمبر من التال إلى برش القوس مولود برش القوس الظروف عندك اليوم بعدها خفيفة من نوعدي بالعكس تماما إذا في أي شيء معقول تكون نتيجته سلبية أو مش على زوءك يعني اليوم منك مقتنع أو منك راضي بكل شيء عم بيصير الجو بيحمل تأخير متعمد أو غير متعمد انتبه على صحتك وانتبه على امتحاناتك وبعتبر المولود الأقل حظاً حالياً هو مولود نوفمبر من التال لبرش الجدي الظروف عند مولود برش الجدي كتير حلوة لأنها نشيطة لأنها دعمة لأنها فعالة خاصة الناس من حولك بيشوفوا فيك أمور إيجابية يعني الناس تنظر لألك اليوم بإيجابية فحاول توظف هالأمر لصالحك حاول تحسن من صورتك وبعتبر المولود الأوفر حظاً هو مولود ديسمبر كنون الأول ننتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو الجو عندك اليوم متقلب صعب يمكن ما تنجح بكل شيء أنت بتريده يمكن العلامة اللي بتجيبها اليوم منها بيرفكت لكن النهار كتير مهم ننتبه على أولوياتك ننتبه من إهمال العائلة هناك تنافر بالمواجبات والأولويات العائلية والشخصية بجميع الأحوال احتمال يكون فيهم له علاقة بأحد الوالدين وبعتبر المولود الأكثر ثعباً حالياً مولود كنون التاني يناير ننتهي لآخر الأبراج برش الحوت مولود برش الحوت أنت تنتمي لمجموعة الأبراج الأوية الجيدة المحظوظة يلي ماشي حالة بشكل إيجابي يلي يمكن الأمور عندها مرح تتخربط على الإطلاق أو قلبك وكمل وثيبر لكن ضروري تكون عارف حالك من رايح وإلا بتكون عم تضيع عليك كل هالحظوظ الحلوي وبعتبر المولود الأوفر حظاً حالياً من موليد برش الحوت 27-28 شباط فبراير 1-23-4 أذار مارس بختم مع مولود اليوم بقل له لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة بتحمل يمكن هالسنة فرصة أو رغبة أنك تغير كونترا كونترا اجتماعي كونترا مهني ويمكن يكون في عندك ارتباط إذا كنت عازب هذه السنة جيدة خاصة بشهر أيار مايو أيلول سبتمبر وكانون الثاني يناير هذه كانت الأبراج لليوم أتمنى الجميع نهار حلو إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة باي باي بتبعين محطاتنا أكيد بعض لحظات بتكون معنا هادية وعالمودة خليكن معنا شكرا